اشتركوا في القناة اصبحت المنطقة مفتوحة على تغيرات لا نهائية وذلك لانه اذا كان الاستبداد قبل الربيع العربي قد استدعى كل هذه الثورات فما بالكم اذا كانت هذه الثورات المضادة قد اتت بكل هذه المفاسد وبكل هذه الانتكاسات لهذا اصبحت منطقتنا مفتوحة بشكل كبير على تغيرات كبيرة اضافة الى ان هناك قوى دولية كثيرة تتربص بالمنطقة العربية بشكل مكثف فضلا عن تربصها بالعالم الاسلامي كل ولهذا يصبح هذا الموضوع من موضوعات الهمة جدا نظرا لتوقع تغيرات كثيرة في المنطقة في ظل عدم امتلاك آليات للتغيير وترشيد الجهود والحركات في هذا الاتجاه بداية حتى نتحدث عن موضوع التنظيمات المسلحة التي تعتبر ان وجودها يمكن ان يحقق تغيير سياسي لابد ان نحدد ان الموضوع بعيد تماما عن حركات المقاومة يعني نتكلم عن حركات او التنظيمات المسلحة التي تستهدف تغيير السياسي تغيير نظام الحكم وبناء نظام اسلامي عادة طبعا نفرق بينها وبين التنظيمات التي تعمل في مقاومة المحتل الاجنبي كما يخرج ايضا عن هذه التنظيمات التنظيمات التي ينبغي لا تحسب في هذا الاطبع هي التنظيمات المسلحة التي تقوم على سبيل الردع او الانتقام يعني ليس انها هدف سياسي باي شكل من الاشكال ولا يمكن حسابها في هذا المصار الملاحظ ان المدقق لخريطة التنظيمات المسلحة على مدى العالم العربي ولو وسعت شوية على مدى العالم الاسلامي يجد ان الخريطة ضخمة جدا للحركات التي ظهرت والحركات التي اختفت والحركات التي وجدت ولا تزال موجودة وتعمل حتى ان حجم الحركات والتنظيمات المسلحة في المنطقة العربية والاسلامية كثيرة جدا ومع ذلك لا تعدى هذه الحركات بالنسبة للعقاد والايدولوجيات هي الاكثر كثافة بالنسبة للعقاد الاخرى الا ان تسليط الضوء عالميا هو على الحركات التي تتبنى مرجعية اسلامية وذلك لاهداف طبعا سياسية مرتبطة بالنظام الدولي وتحولاته واهمية منطقتنا وضرورة اختراقها استنادا الى وجود تنظيمات مسلحة فيها اهمية التعامل مع هذا الموضوع وتقويمه ودرسته لاعطاء خبرة وافادة للاجيال التالية ترجع في هذه الدراسة لاسباب عديدة اولها ان احنا هنتبنى او هنتعامل مع القضية المصرية وكيف حدث الصدام في مصر والى اين وصل وكيف تمت مراجعات الجماعة الاسلامية المسؤولة عن 95% من احداث العمل المسلح في مصر وما هي مراجعتها ومضمونها وكيف والى اين وصلت الان بعد هذه المراجعات الحقيقة ان التجربة المصرية هنركز عليها ان تجربة المصرية يجب ان نراحز ان مصر هي مركز التأثير الفكري والثقافي والسياسي والاستراتيجي في المنطقة كلها وما يحدث في مصر يجد له صدى على منطقة المنطقة كلها على سبيل المثال لو قلنا مثلا اول جماعة التكفير كما قال الدكتور حزيفة ظهرت في العالم العربي ظهرت في مصر ثم بدأت لجماعة شكري مصطفى ثم انتشرت منها الافكار الى بقية البلاد هذا في نهاية السينات وقوائل السبعينات فكرة الجهاد المسلح او التنظيمات الجهادية المسلح ايضا ترعرعت في مصر في السبعينات وكانت وجدت قبل السبعينات ثم بدأت تنتقل الفكرة الى كثير من مناطق العالم الاسلامي مراجعات الجماعة الاسلامية ايضا بدأت في مصر ثم بدأت تنتشر في عدة دول اخرى بعد ان ازيع ان الجماعة الاسلامية في مصر قامت بمراجعات نبزت في العنف واعتبرته طريقا او طريقا خاطئا للتغيير او الاصلاح كذلك من اهمية التعامل مع هذا الموضوع هو اتساع دائرة التنظيمات المسلحة وتوافر الظروف التي تنشئها بشكل اكبر ربما لو نظرنا الى المراحل القادمة ستجد ان الظروف التي ولدت وانتجت هذه الجماعات ربما تكون متوافرة بشكل اكبر في العشر سنوات القادمة لهذا متوقع حقبة من ازدهار التنظيمات المسلحة بما يسمى العصر الزهبي للتنظيمات المسلحة ولهذا يجب ان نحذر مبكرا من الدخول في هذه المتاهات المضرة بالاسلام والمضرة بالمشروع الاسلامي والمضرة بالحركات الاسلامية قبل ذلك كذلك اهمية التعامل مع فكرة التنظيمات المسلحة على التهدف للتغيير السياسي هو وصول للحرافات في هذا المصار الى درجات قصوى مسلتها في الابرز صورة النهاردة السبيكة الداعشية داعش تعتبر اخطر سبيكة ظهرت في تاريخ المنطقة الحديث تتبنى او تتصور على تتبنى مفاهيما اسلامية للتغيير هذه الحالة تعتبر درجة خطيرة من درجات انحراف الفقه والفكري والعقدي التي يجب ان نبه اليها لان مصارات التغيير المسلح بتؤدي الى هذه النماز كذلك في ظل تحكم الاستداد وحالة الانستداد السياسي السائدة في المجتمعات العربية وعودة الديكتاتورية والصورات المضادة كل هذا يؤهل لتفريخ هذه التنظيمات علما ان هذه النظم المستبدة تعلم تماما انها تفرخ الانهاب وتوجد البيئة التي تفرخ التنظيمات المسلحة لانها تستفيد بقوة من وجود هذه التنظيمات في شرعانة وجودها وفي الدعم الدولي وفي التعاطف العالمي الذي لو لا هذه التنظيمات ما سمح لها بهذا الوجود كذلك اهمية الموضوع ترجع للمرحلة الحريقة التي يمر بها المشروع الاسلامي المشروع الاسلامي في هذه اللحظة دي ضمنوا ان هو تلاتين اربعين سنة الاخيرة حجم نمو الطيار الاسلامي هائل على التوازي تقاطع معه التحولات الدولية بدأت من نهاية التمانينات اللي هو من هيار التحادس السوفيتي وبداية تفرد الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة العالم التقاطع ده جعل الطيار الاسلامي والمشروع الاسلامي في وش المذفع وبشرة ولهذا اول ما بدأت تحدث تحولات دولية مع البواكير ان هيار التحادس فيلي بدأت من نسبة تصريحات حوله ان العدو الاخضر هو العدو القادم فهذا التجهيز كان واضح مبكرا وطبعا المواجهة الحضارية مع الحضارة الغربية العالمية بالتأكيد لا تسعيتنا فيها القوة وتصور ان احنا هنهزم الغرب عن طريق السلاح طبعا ده واحد شديد نحنا نقولنا الإبرة للطبنجة لكل المنتج اللي عندنا هو منتج غربي فكيف سنتصر على الغرب بمنتجاته فالمرحلة اللي بيمر بها المشروع الإسلامي تستدعي دقة شديدة في حسابات مواقفه وتقدير اراءه وتحديد مواقعه بشكل جيد ولهذا بيدخل على الخط بقى فكرة تنظيمات مسلحة اللي تعمل صخم كبير جدا حول هذا المشروع وتجعله عدوا للعالم كله بلا داعي وبلا مبار كذلك استناد الحملة الدولية او الحملات الكثيرة بقى الدولية والإقليمية على استهداف التنظيمات الإسلامية كمدخل لاستهداف الإسلام واستهداف الطيارات الإسلامية واستهداف المجتمعات العربية والإسلامية بشكل عام وهذا برضو يعطي بعدا لخطورة التنظيمات المسلحة في هذه المرحلة كذلك توفر وتواطر الظروف والملابسات المحيطة التي تدفع وتستنفر وتستفز للشباب وتستدرجه من المحارق الكبرى زي سوريا سوريا النظرة قلت أنها محرقة كبرى للشباب الإسلامي في العالم لن تكون مبالغا لأنها جذبت الشباب من كل العالم كله بتخطيط أو بغير بتخطيط أنا أتصورناه بتخطيط أن توجد بوطقة بهذا الشكل للصراع المفتوح وتفتح إليها المنافسز من كل أرجاء العالم لتكون محرقة مهلكة للشباب الإسلامي بلا أي حسابات أو بلا أي داعي كذلك في هذه المرحلة نحن بحاجة إلى وضع تصور للمشروع الحضاري للأمة يضع في هذه الرؤية أبعاد فكرة التسليح أو العسكرة هل المشروع الإسلامي في هذه المرحلة يلزمه التسليح؟ هل التسليح جزء حتى من هذا المشروع؟ أما أنه مضر بالمشروع ككل باعتباره مشروع منقذ للأمة وإخراجها من براسل السيطرة العالمية السخافية والسياسية والاقتصادية والعسكرية أيضا كذلك حاجة المشروع الإسلامي وهذا مهم جدا لأن يكون بعيدا عن فكرة التنظيمات المسلحة إلى الاستفادة من عصر السماوات المفتوحة والعصر الذي تحطمت فيه كل الحاجز القوة الرئيسية للإسلام وللمشروع الإسلامي وللفكر الإسلامي مرتبطة برؤيته للعالم ورؤيته للكون وتصوره لإدارة المجتمعات والعلاقات بينها يعني مشروع ثقافي فكري عقدي حضاري يبحث عن منفذ للتواصل فإذا وجد هذا المنفذ تبقى القوة الرئيسية هي قوة الكلمة وقوة الحجة والبيانة أنا أذكر أسازة الإعلام في مصر في التسعينات أسازة الكبار كانوا يبشرون بأننا مقبلين على عصر سيتاح فيه لكل فرض في كل مكان في العالم أن يتواصل مع كل إنسان في العالم وهذا ما بشر به القرآن ولقد وصلنا لهم القولة لعلهم يتذكرون يبقى أن ينبغي أن يصل العالم إلى هذه اللحظة عندما تصل هذه اللحظة يبقى القوة الرئيسية في العالم مش تبقى القوة النوية هتبقى قوة الكلمة قوة الحجة القدرة على الدعوة وتبليغ القول للعالم كله في ظل هذا المفتاح العالمي إحنا بيجي بنغلق وبنحط حواجز وأصوار بيننا وبين العالم أو توضع لنا هذه الحواجز والأصوار لهذا لو قلت أن هناك مخطط دولي لوضع العالم الإسلامي في هذا الحصار عن طريق تنظيمات تحمل رؤية الإسلام وتدافع الإسلام وتحمل السلاح في مواجهة الآخرين لا تكون مبالغاً لأن التصور أن تكون هناك مخطط بهذا الشكل يغلق العالم الإسلامي على من فيه ويمنعه من التواصل مع العالم وتبليغ الحق للعالمين هذا هدف استراتيجي للكسرين كما أذكر في هذا المجال جمال حمدان كان في الخمسينات بيتكلم بشكل ذاكي جداً حوله أن هناك الصراعات دولية مقبلة مهمة جداً وخطيرة وهتشكل العالم فضوها وكان بيحذر من أن يكون الخصم للحضارة الغربية في هذه المرحلة أو في المراحل القادمة هو العالم الإسلامي لماذا لا نترك الصراع يستعر بين القوى الأخرى وتستفيد القوى الإسلامية قوة العالم الإسلامي الهائلة في أعادة ترتيب أوضاعها وبناء أمورها مرة أخرى وكان يتصور أن الصراع يمكن أن يكون بين الصين والولايات التحدة الأمريكية هذا منذ الخمسينات لكن طبعاً لحسابات أخرى دولية وإقليمية أصبح العالم الإسلامي في وش المدفع منذ المراحل المتقدمة إلى أن وصلنا لسبتمبر فأصبح في المواجهة سبتمبر 2021 أصبح الإسلام والعالم الإسلامي والطلاق الإسلامية في المواجهة وفوتحت كل أنواع الماكينات التشويه في العالم كله لتستهدف الإسلام بشكل لم يحدث من قبل منذ سبتمبر لو أردنا أن ننظر كما ذكرت لحراركم الخريطة التنظيمات المسلحة في العالم الإسلامي وهذه كان ممكن يكون لها دراسة مهمة تجدها حاجة من أنشار كبير وتجد ليه هنا يعني من خلال النظر السطحية ليه هنا بتنشئ جماعات المسلحة ليه هنا بتقل الجماعات المسلحة ليه هنا بتتطرف وتبلغ إلى حدود قصوى هذه الرؤية على الخريطة بس تديك انطباع لماذا تنشأ هذه التنظيمات وتستعب في هذه المنطق فأسباب ظهور التنظيمات لها أسباب كثيرة للتنظيمات المسلحة جزء كبير منها ممكن نعتبره هو رد فعل رد فعل انفعالي أو عاطفي سواء على تجاوزات من النظم المستبدة بحق الإسلام أو بحق الطائرات الإسلامية أو بحق الأقليات الإسلامية في موضع كثيرة من العالم أو بحق التنظيمات نفسها التي تتمنى العمل المسلح وتفكر في الانتقام والرد على كل محاولات الاضطهر هناك أسباب كثيرة تتعلق بالنظم السياسية بسهو وحرصها على جر التنظيمات إلى التسليح والعسكرة هناك أسباب متعلقة بالقوى الدولية أنها تختار أماكن معينة تستهدف فيها وجود تنظيمات مسلحة عشان يقوم برر للتدخل والوجود الأجنبي هناك أسباب متعلقة بالإحتلال الصهيوني لفلسطين حيث كثير من الشباب ينفعل ويغضب لهذا الأمر ولو تبعت عدد كبير من تنظيمات مسلحة نشأ كرد فعل للقضية الفلسطينية ولكنهم للأسف لم يأخذ بالقضية الفلسطينية هو سالكة موصرات أخرى ربما أضرت قضية الفلسطينية أكثر مما أفدتها وعندنا يمكن في سيناء في سيناء في مصر هذا الأمر واضح بشكل كبير هناك أسباب فكرية وأسباب ثقافية وأسباب مرتبطة بالعمر وأسباب مرتبطة بقلة الوعي السياسي وراضرته الخلاصة من التنظيمات المسلحة تبدأ بقرار سياسي ثم تبحث له عن شرعي يعني هو مش بنبدأ التنظيم الأول بمشروعية العمل ثم يتخذ قرار لا تجد القرار السياسي بيسبق الشرعي فتجد القرار اللي بتاخذ الأول كرد فعل على ما يجري ثم بعد ذلك يتم التأصيل وهذا طبعا خطأ بين ثم بعد ذلك يتم التأسيس الشرعي لهذه الأفعال فالبيئة هي اللي بتخرق التنظيم وليست الفكرة هي اللي بتنشط التنظيم ووجودها كرد فعل وجود تنظيمات المسلحة في الغالب كرد فعل يعني أنها لا تنطلق من مشروع يعني مفيش عقل حاضر ورؤية متكاملة بتبنى وتخطط ويتم تنفذها في الواقع لا هو انفعال ورد فعل ثم بعد ذلك يبحث عن الخطط وهذا طبعا من جوانب قصور شديدة وتؤكد أنه ليس هناك تصور لأن تنجز هذه التنظيمات أهدافا كبرى كذلك تجعلها محلا للتلاعب يعني الرجل يتحرك من غير رؤية ذا يبقى محل مصيضة للجلس المخابرات والقوى الدولية يجيبوا كده ويجيبوا كده ويوجهوا كاميرا رجل ما عندوش مشروع ما عندوش رؤية ليس هذه خطة يمكن تلاعب به وتحريكه كما يريدون كما أن التحرك رد فعل يبقي التنظيم في خندق الدفاع دايما وغير متصور بالتأكيد أن التنظيم عايش في خندق الدفاع أن يحقق هدف وابدانا عليه من باب أولى أن لم يكن قد نشأ التنظيم إذا لم يكن قادرا على تحقيق أي أهداف هناك أخطاء عامة تغلب على كثير من التنظيمات المسلحة تبدأ من الأخطاء الاعتقالية وهذه تجدها بشكل واضح في التكفير صحيح أن المشروع التغييري أو المشروع الجهادي في مصر نشأ خصما لقضية التكفير ولكنه استدرج رويدا رويدا إلى الواقع بكامله في التكفير يعني المناظرات الأولى في مصر التي جرت بين مؤسسي المشروع الجهادي في مصر وبين القيادة العامة لجماعة التكفير والهجرة مناظرة هزم فيها القيادة الجهادي القيادة التكفيري هزيمة سحقة رغم أن شوك المصطفى كان يتبيز بعقلية واعدة قدرة عالية على التنظير قدرة فائقة في المناظرات ومع ذلك استطاع حسن الهلاوي اللي كان مناظر الجهادي في هذه المرحلة أن يهزم شوك المصطفى هزيمة كبرى لأن جماعة التكفير والهجرة لم تجد وسيلة للدفاع على تكفيرها لأنهم حاولوا يغتالوا حسن الهلاوي وبالفعل مزقوه إربا هو وأمه وإخوته وطرقوهم بين الحياة والموت ولكن قدرة لهم أليحهم بعد ذلك الأخطاء الفقهية أيضا كثيرة حيث يقوم أو تقوم فكرة تغيير المسلح على فكرة التغيير الفوقي بمعنى أن أنا هشير الحكومة وأخط حكومة أخرى لو حبينا نسند إسلاميا أساسا فقهيا لهذا التفكير نجد طبعا بيتغضع عن أمور كثيرة فكرة ولاية الجبر والإكراه وفرض السلطة على الناس بالقوة هذا أمر طبعا ليس له أسس إسلامية بل لابد أن تقوم الولاية والسلطة على الاختيار وعلى الرضا ولا يمكن أن نتصور أن فكرة فرض سلطة على قوم من أم قوما وهم له كارهون أن هذا يمكن أن يكون له سند إسلامي الخطأ في تنزيل الأحكام ربما أخطر الأخطاء في ذلك هو فتوى تنزيل فتوى الإمام بن تيمية بخصوص قتال الطائفة الممتلعة عن الشعيرة من شعائر الإسلام هذه استخدمت بشكل خطير جدا في قتال الحكومات والمؤسسات والدول بشكل مفتوح بينما الفتوى الدرسة بشكل متعمق يجد أنها بعيدة تماما عن هذا التنزيل وستلت عليها كثير من التنظيمات المسلحة في العالم العربي والإسلام فتوى تتكلم عن إمام ممكن وخرج الطائفة أو امتنع الطائفة في حوزته عن التزام الشريعة من شعائر الإسلام فالإمام يأمرها وينهاها إلى أن يصل معها للقتال أما العكس فالجماعات الآن أو التنظيم هو الطائفة وهناك دولة يعني يتم تنزيل حكم الطائفة على حكم الدولة وحكم الدولة على حكم الطائفة القليلة العدد وهتنظيم مسلحة أنها تتجابه الدولة وتلزمها بشعائر الإسلام كذلك الخطأ في استباحة الدماء الذي يبدأ من الحكومات أو رأس الروس الدول ثم يمتد للمؤسسات وخاصة الجيوش والشرطة ثم يمتد إلى غير المسلمين داخل المجتمع ثم يمتد للمدنيين الأجانب سواء كان سياح أو تجار ثم يمتد إلى أن يجوب العالم كله كما رأينا في تنظيم القاعدة الذي استباح العالم كله وداعش في الفترات الأخيرة أصبحت كل العالم بالنسبة له دار حرب يجب فيها القتال ولا يعتبر بأي شكل أشكال الأمان ولا حرمة لأي مدنيين داخل هذه المجتمعات هناك أيضا أخطاء سياسية جسيمة تقع فيها هذه التنظيمات تبدأ من استعداء الحكومات يعني مجموعات وليدة وتنظيمات صغيرة تسعى يجب أن تسعى لأخطاء النسب الخجة والبرهان والدليل تستعدي أو ما تستعديه تستعديه الحكومات ثم تصل إلى استعداء النظام الدولي كله كما رأينا في سبتمبر 2001 حيث كانت خطأ جسيم فيك تستعداء القائد الأول للنظام الدولي فقام على طول بتجميع النظام الدولي كله وحجده تحت قيادة واحدة وتم تجميع كل جسد المخابرات العالمية تحت قيادة واحدة ومن ثم تم استهداف للطهر الإسلامي كله بل العالم الإسلامي كله أصبح تحت الحصار لأن إدارة هذه المعركة طبعا أدت إلى حصار حضاري كمان يعني هذه المعركة التي بدأت من سبتمبر 2001 توصلت إلى أنه قرار بأن كل الحضارات هي خصم الحضارة الإسلامية ومن بغى أن تعزل هذه الحضارة فرأينا في المحصلات النهائية أصبح الإسلام محاربا في الصين محاربا في الهند محاربا في روسيا متهدا أو مستهدا من أوروبا أصبح خصما في أفريقيا أصبحت كل الحضارات العالمية بالتأكيد وربما هذا التطبيق لنظرية صدام الحضارات فوقينا بأن الحضارة الإسلامية تبشع بشكل كبير جدا وأصبح مهمة العالم وكيف نستقصل هذه الحضارة وكيف نقاوم هذه الشعوب البربرية الهماجية التي صوروها وفق استغلال أحداث 2001 بشكل 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 هناك أخطاء استراتيجية يمكن أن نقول هناك تبدأ بالخلط في فكرة أو في بناء التنظيم المسلح الخلط من حركات التحرر الوطني التي كانت قائمة في منطقتنا في مواجهة الاستعمار قبل التحرر وبين حركات التغيير السياسي طبعا هذه لها صورة وبناء وأسليب وأدوات وهذه أيضا لها تشكيل وبناء وأسليب وأدوات الخلط بين الأمرين كان من أحد أهم الأخطاء الاستراتيجية التي تصور فيها مؤسسه تنظيمات التغيير تنظيمات المسلحة التي تهدف للتغيير السياسي وأقام التنظيم الإسلامي تصورت فيها أنها نفس الحالة أننا بنخوض عملية حرب تحرير وطني وهذه من ناحية الاستراتيجية فكرة خاطئة لأن طبعا التحرير الوطني بيعتمد على مقاومة عدو محتل بيستاند إلى الشعوب بتاقف معه حساباته السياسية والاستراتيجية تختلف تماما عن تنظيم وليد وإن كان مسلحا بيواجه النظام كما بيواجه المجتمع لأنه سهل في هذه الحالة عزله واستهدافه بشكل كبير كذلك من الأخطاء الاستراتيجية التي تقع فيها التنظيمات المسلحة والاستجابة لمخططات الاستدراج وأفخاخ أيضا الاستدراج بمعنى أنه أسهل جدا استدراج هذه التنظيمات من خلال قليل من المجهود وهذه شاهدناها في عدة دول منها مصر تجربة الجماعة الإسلامية بامتياز هي تجربة استدراج جماعة الإسلامية في مصر جماعة فاتية عندها حجة ومنطق في خلال ثلاث سنوات ملأت كل شوارع مصر دعوة وحجة وانتشار وصلت إلى أسوان إلى رفح إلى العريش قال لك لا ما ينفعش تسيمها بهذا الشكل لابد أن تقضي عليه ما هو مبرر القضاء على جماعة مدنية سلمية مفيش مبرر غير أنك تجورها الفخ الصدار طب جماعة شابة سياسية دعوية ثورية بهذا السلمية بهذا الشكل كيف تستدرجها على طول استفزاز مستمر بالاعتقال بالتعذيب بالاضطهاد بالتضيق على طول الشاب لا يعرف غير أنه لازم أرد وخاصة إذا وصل للقتل ده بدأ يقتل لا فتجربة الجماعة السلمية دي تجربة استدراج استدراج للعمل المسلح خوفاً من العمل السلمي والدعوي والانتشار السياسي التي وصلت فيه الجماعة الإسلامية إلى أفاق كثيرة في ثلاث سنوات فقط من 84 إلى 7 ولهذا زكي بادري في رأيي وزير الداخلية في هذا التوقيت جاء لهذه المهمة ونجح نجاحاً كبيراً وأعلم من ذلك ده أن أنا سأضرب بسويداء القلب وإلى أن وصل وصلوا في النهاية لاغتيال المتحدث الرسمي باسم الجماعة الإسلامية فخلاص لم يكن أمام الجماعة الإسلامية سوى الصبر واضطرت بالتأكيد للدخول في موطرك السنزاف التي خسرت فيه كثيراً ولو لم تكن دخلت في هذا الموطرك لكان لها شأن كبير الآن كبيراً كذلك التنظيمات المسلحة تضع الأمة في موقع الاستهداف الدولي والحضار كما رأينا وذكرت فيه تنظيم القاعدة كذلك تعرض الأمة وأهم من خضاياها للاستهداف الدولي بوضع الحركات المقاومة المسلحة في موضع الحركات الإرهابية وهذه رأيناها في حركاتنا الفلسطينية بالذات كانت فرصة حينما استعرت معركة الإرهاب دولياً قال لك حطيني بقى الحركات الإسلامية الموجودة في فلسطين بالذات هذه أكبر خدمة للعدو الصهيوني أن يتم اعتبار الحركات الفلسطينية حركات إرهابية استناداً لكل الإسلاميين إرهابيين ودخولاً بقى إلى كشمير وكل القضايا التي لها أسانيد وفق القانون الدولي دخلوا عليها واعتبروها حركات إرهابية رغم أنها دولياً لا يمكن اعتبرها حركات إرهابية بحالٍ من الأحوال كذلك من أخطاء الاستراتيجية في رأيي هو تجربة السودان هذا خطأ وإن كان هنا مش تنظيم مسلح هنا فكرة القلاب عسكاني ينبغي أن لا يوصم الأثر الإسلامي بأنه وصل للحكم عن طريق القلاب عسكاني هذا ستظل عيباً لدى الإسلاميين يواجهوا به في كل عصر أنكم وصلتم للحكم عن طريق القلاب عسكاني فالوصول للحكم عن طريق القلاب عسكاني والرم وخاصة إذا كانت تم الإطاحة بحكومة ديمقراطية منتخبة كذلك من أخطاء الاستراتيجية هو تجاوز دور الشعوب صاحبة الأمر والنه وهو الدور الذي يعتمد على الاحتجاج الجماهيري والاحتجاج السلمي والحقيقة أن الأمم التي تبنى من خلال حركة ونهضة شعبية غير الأمم والدول التي تبنى من خلال تنظيمات يعني ممكن تنظيم ينجح في الحقيقة للوصول للحكم كان طبعا ما حصلش حتى الآن لكن إذا وصل تنظيم للحكم فيسهل اقتلاعه أما إذا استطاع الشعب أن يغير فيصعب بالتأكيد اقتلاعه لو بصير التجربة المصرية في الربيع العربي الإخوان وصل للحكم عن طريق الصور الشعبي ولكن بعد مواصل الحكم كان لابد من عزلهم عن الحاضنة الجماهيرية والشعبية لهذا أصبحت التسليط الإعلامي موجه حول حكم الإخوان حكم الإخوان حكم الإخوان إلى أن اقتلع الناس في الحقيقة في الآخر أن حكم الإخوان تم اسقافة أما لو استمر حكما ممثلا للشعب وهذا كان خطأ استراتيجي في عدم الحفاظ على السلطة بعتبره ممثلا للشعب وليس ممثلا للإخوان لم يكن يستطيع أحد أن يقتلعه من الحكم بأي حال من الأحوال كذلك من أخطاء الاستراتيجية أيضا أن التنظيم سيظل معتمدا على قواته حتى في الحكم أو سيظل معتمدا على القوة في الحكم في التعامل مع كل الأطراف وهذه كارثة اللي يصل للحكم بالقوة المسلحة ستصبح عقيدته هي القوة المسلحة سيستخدمها في كل لحظة مع خصوم السياسيين ليس حتى الأفكارين مع خصوم السياسيين الذين سيسعى لتنحيتهم تماما حتى ينفرد بالحكم لأنه وصل من قوة المسلحة ولم يشاركه في ذلك أحد فسيشعر أنه صاحب الفضل والمنة على الجميع وينبغي أن يشاركه أحد في هذا الحكم الحكم الذي يخصل بهذه الطريقة بالتأكيد كما ذكرت لن تكون له مسندة شعبية ومن ثم لن يكون له عمر ولن يكون له مشروع ناجح هناك أيضا تهديدات ومخاطر تترتب على أنشطة التنظيمات المسلحة يجب أن توضع في الحسبان وأن نسلط عليها الضوء في هذه المرحلة المهم أن هذه التنظيمات ويمكن كما كنا نقولها كان يصعب تصديقه تنظيمات المسلحة في داخل مجتمعاتنا المفتوحة هي مدخل للحروب الأهلية وربما قد لا يتصور هذا في فترات سبق في هذه الفترات أصبحت الحروب الأهلية هي عنوان لكثير من مجتمعاتنا ودولنا وانطلقت الحروب الأهلية ابتداء بتنظيمات المسلحة زي سوريا زي اليمن زي العراق وهكذا يمكن أن تفتح الأمة كلها لمصاري الحروب الأهلية لو استمر نمط ونسق التنظيمات المسلحة في التغيير السياسي كذلك المخاطر والتهديدات التي تترتب على أرشط التنظيمات المسلحة هي التدخلات الدولية فالتدخلات الدولية تبحث عند الوقت إذا أصبع فيه تليسكوب ولا فيه رادار بيدور فين تدين التنظيمات المسلحة حتى نخش لها حتى كده لما ظهر نموذج داعش تشوف كل العالم مترقب أين ستظهر داعش تظهر داعش حيثما يريد المخطط الدولي أن يوجد يقولك يا فين يا ظهرت في نيجيريا الله دراحة أفغانستان الله دخلت الجزاء ماشي وماشي وراها الميكروسكوب الدولي والراجل اللي بيحط الخرائط للعالم ولهذا اللي حصل في العراق وسوريا بالتأكيد التنظيمات المسلحة لها دور الرئيس في هذا الأمر طبعا لا نغفل دور الطائفية ولا نغفل دور وفساد الأنظمة الاستبداد لكن هذه مواد تتفاعل مع بعضها تنتج في الآخر حروبا أهلية وتقسيما للمجتمعات وتمزيقا للدول فتجربة دولة الخلافة في الشام والعراق تجربة أساسها فكرة التنظيم المسلح صحيح فيه جنوح فكري بعيد تمام بحيث يمكن أن نقول أن داعش ليست بنتا للترار الإسلامي ولا يمكن أن تحسب بأي حمل أحوال على الطائر الإسلامي وإسا امتدادا له بأي صورة من الصور إنها في الآخر هم قالوا إحنا طائر الإسلام وفي هذا السياق تم حدوث هذه الجرائط كذلك التنظمات المسلحة تعد مدخل لتوحش السلطات المحلية لأن تبقى فرصة للنظم المستبدة اللي مش قادرة تقمع معارضيها مش قادرة تقبض على السلطة بشكل جيد إنها تبتعز فرصة تظهر تنظمات مسلحة إنها على طول قوانين الطوارئ وكل أشكال القوانين الإساسنائية انتشار في الشوارع الاعتقال العشوائي القتل بلا مبرر وهكذا تقبض السلطات الاستبدالية على الحكم بمقابض من حديد تظرعا بأن هناك إرهاب أو أن هناك تنظيما مسلحا لابد من مقاومته كذلك النظم المستبدة بتلعبها بزكاء بيستغل الفرصة إنه إخواننا لأ ده أنا عندي إرهاب الحقوني إدوني معدات إدوني تكنولوجيا إدوني تمويل إدوني تسليح بيستفيد طبعا نظم الاستبداد من وراء فكرة أنا أذكر في هذا المبارك قاعد فترة وخاصة 86 86 ورح لقوم بمتحدة الحرب العالمية على الإرهاب لابد أن تكون هناك حربا عالمية في مكافة الإرهاب محدش سمعه الرجل بيقول إيه بيهرتل بيقول إيه هو طبعا عنده مشكلة اقتصادية وعايز دعم فقال لك إيه بحرب العالمية طب ما لقاش حرب العالمية لو أنا عندي بحارب أنا بحارب نيابة عن العالم زي ما سيسي بيقول لهذا في مصر بحارب نيابة عن العالم الإرهاب نفس الكلام بالضبط قاله مبارك في هذا التوقيت كل ده عشان خاطر جدولة الديون والدخول في نادي باريس بعدها في سنة أو سنتين ولهذا كان في هذا التوقيت زي ما قلت حالكم لسه زكي بلد اللي كان يجي ويتم استدراك بقى الجماعة الفتية الشابة السلمية يتم يدخلها في أتون معركة تبرد للنظام سلطته وتجعل له دعما دوليا كبيرا ابتداء من التسعينات وابنان عليه طبعا تم تشديد القبضة الأمنية وتمديد الطوارئ بشكل مفتوح واعتقالات بشكل مستمر وتكميم كل الأفواه وتطوير كل الآلة التشريعية أو الآلة التشريعية والاستخدمات لإغلاق كل المنابر السياسية والمعارضة وتم تجنيد كل القوى السياسية في معركة اسمها معركة الإرهاب ولا صوت يعلو فوق صوت مكافحة الإرهاب وكل سكت فعلا ومشي في هذه المعركة لما يتحدث كل الجرائد كل المؤسسات كل الأحزاب كل القوى السياسية سياروا النظام في هذا كذلك التنظيمات المسلحة بتكون سببا في تحالف المعادين للطائر الإسلامي بل المعادين للإسلام كله بيقف خندق واحد يقول لا ده بيعملوا إيه نحن لازم نقف بشكل كامل في مواجهة هذه الطائرات المسلحة الميديا العالمية بقى بتستغل أكثر ما يستغل عالميا لتشويه الإسلام هو نشوق تنظيمات المسلحة لأنها مش بتستغل كتنظيمات الإرهابية بس لا ده بيقولك ده النمط ده ده نمط المسلمين اللي ستايل بتاع الشخصية دي أن تجدها الحضارة الإسلامية أو السقافة الإسلامية ولهذا فالمجتمعات دي كلها مجتمعات لا تعرف الحضارة لا تعرف إن تعايش مجتمعات ينبغي حصارها وينبغي عزلها لهذا لما ترامب يصدر مثلا القرار بمنع مثلا استقبال مثلا سبعة تمام دول إسلامية مش مشكلة المسلم مش مشكلة يعني عادي لأن خاص بعروف إن الشعوب دي شعوب متوحشة شعوب من آكلة لحوم البشر ينبغي أن توضع بينها أسوار وبين الغرب كذلك التهديدات الكثيرة في هذا الأمر وأمكانات الإختراق الدولي والمحلي أيضا لهذه التنظيمات أنا شفت تنظيمات زي داعش في سيناء مثلا شباب التقيت بهم في المعتقلات بسيط جدا ثقافته ضحلة جدا يكاد يفك الخط بصعوبه إمكانية توظيفه وتوجيهه سهلة جدا إمكانية نتقال له والله إذا أنت أعمل كذا وهو ده ده اللي فيه الخلاص ده اللي فيه العقيدة ده اللي فيه نصرة الدين ولهذا استخدموا في البداية عن طريق دحلان في سيناء أن دحلان له دور في سيناء استخدم هذه التنظيمات بشكل رئيسي استخدموا عن طريق أجهزة أمن الدولة أو المخاولات الحربية لإحداث قلاق الفيسيناء في عصر الدكتور مرسي عشان يقولوا مرسي لا يستطيع المحقق الاستقرار وأن الجماعات الإرهامية نشأت تعصر مرسي بينما اللي كان بيوجه هذا الشباب أجهزة أمن الدولة في داخل سيناء وبعضهم كان بيوجه بشكل مباشر أن بيعذبوه ويقولوا له خلي مرسي نفعك بمعنى أن هو يخرج بقى إلى عمل عمليات ضد أجهزة أمن الدولة ويقال أن مرسي لا يستطيع أن يحمي البلاد ولهذا أول عملية تامن في سيناء كان هذه أول عملية منظمة للثورة المضابة بقتل 16 جندي في سيناء واتهام مرسي بالتقصير في حماية الجنود في سيناء وكان مخطط لعمل انقلاب على دكتور مرسي بعد شهرين فقط عن طريق يوم الجنازة التي سيتم فيها تشهيها 16 جندي قتلتهم أجهزة المخابرات عن طريق عملاء من تنهز التنظيمات في سيناء أحياناً تكون العمليات المسلحة كما قلت لكم مطلباً استبدادياً يعني مثلاً النظام السوري مثلاً فوجئ أنه بيواجه ثورة شعبية عارمة بيضربها بالنار مش عايزة ترد وفعلاً ثورة استبرت سلمية تسع شهور بالكامل ونحن نتابعها في مصر يوم بيوم ونقول يا رب تستمر على هذا وطبعاً لكن تحدي شديد تخيل أنت مثلاً شباب بيتضرب بالنار وبيطلع تاني يوم يشيع الضحايا يتضرب تاني بالنار وهكذا دواليك سيصبر إلى متى إن صبر اليوم النظام يفهم تماماً إنه إذا صبر اليوم لن يصبر غدا إذا صبر غدا لن يصبر بعد غدا واستدراجه لفخ الصدامة المسلح هو هدف استراتيجي للنظام لأن هذا الفخ هو قاتل الثورات لجوء الثورات الشعبية إلى التسليح بالتأكيد هو إجهاد للثورات من حيث تدري أو من حيث لا تدري كما أيضاً وهذا خطر مهم يجب أن ألتفت إليه إن عسكرة المجموعات المدنية خطير جداً يعني المجموعات المدنية غير غير الجيوش الجيوش لها نظام ووضع ترتيبي معين ومهام وأدوار وهكذا ومعارك بالمعدات وأدوات التسليح وهكذا أما المجموعات المدنية أما تدخل في المعارك بتتغير شخصيتها أنا رأيت بعض الشباب اللي خض معارك مثلاً في أفغانستان كنت مشوفوا يجي يلعب هو يلعب كرة كنت أقول لا يمكن ده لعب كرة ده قتال لأنه هو النمط بتاعه بقى نمط مقاتل حتى من يجي اندامي مع المجتمع بيبقى صعب جداً يعني عصده مش كان في جيش ده هو كان راجل عنده جامعة مفتوحة وبيقاتل بلا نظام فبتتكون شخصيته بهذا الشكل وبتعامل بعد تلك مع العالم كمقاتل وليس كشخص مدني حتى هو يلعب كرة تحسن هو بيقاتل وليس بيلعب كرة الحصيلة حتى أختم في هذه النقطة إن مشروع التغيير السياسي كان يمكن أن يكون قبل الصدام أما بعد أن يتشكل تنظيم مسلح ويحدث الصدام بينه وبين النظام تقدر تقول مستحيل في هذه الدولة أن يحلو التغيير السياسي ولا عليه بتنقذ فكرة التغيير السياسي من أصلها إذا قال إن هذا التنظيم السياسي يستهدف التغيير السياسي لأنه في الحصيلة بتتحصن النظم ضد التغيير في مواجهة أي تنظيمات مسلحة خلاصة القول الذي يريد أن نصل إليه أن فكرة التنظيم المسلح الذي يهدف إلى تغيير سياسي فكرة بطهون في أساسها سواء من ناحية الشرعية ومن ناحية الفقهية ومن ناحية السياسية ومن ناحية استراتيجية من ناحية دراسات الرأي العام وأوضاع المجتمعات من ناحية متابعة التحولات الدولية وقراءة المستجدات في المنطقة العربية وخاصة بعد الربيع العربي يجب أن نتأكد أن الأداء الوحيدة التي استطعت أن تغير في المنطقة العربية هي الأداء الجماهيرية صحيح تم التأمر عليها أنا أتكلم عنه بعد ذلك لكن هي الأداء الوحيدة لخروج الشعوب بشكل احتجاجي سلمي كامل هو الذي حقق المعادلة الصعبة وزحزح لأول مرة ديكتاتوريات عن مواقعها بننتقل بعد ذلك إلى سريعا حتى نلم بأهم عناصر الموضوع دون استفادة إذا أردنا أن نطل بشكل سريع على تجارب التنظيمات المعصرة خلال الثلاثين سنة الماضية في المنطقة العربية يعني حد يشوار لي كده على تجربة تنظيم مسلح نجح في تحقيق الهدف السياسي وهو تغيير النظام وأقام النظام الآخر أي كان هذا النظام الآخر شكله وطبيعته إنما حتى نظلم التجربة الإسلامية أيضا يساريين أيضا تبنوا نفس الفكرة فكرة تنظيم مسلح للتغيير أيضا أخفقوا تماما في هذا المجال نجد التجارب اللي عندنا الموجودة عندها التجربة المصرية لم تصل إلى أي تغيير التجربة السورية السورية من زمان من السبعينات من أهم مداس المدفعية برضي تجربة مسلحة من السبعينات بعد مروان حديد ومن بعده كذلك التجربة الحديثة والقريبة في السعودية والجزائر والعراق والليبيا واليمن والأردن والمغرب والتونس كل التجربة المسلحة في هذه الدول وفي غيرها لم يستطع فيها التنظيم أن يزحزح الحكم أو أن يحقق حتى بعض الإصلاحات السياسية بيعتبر أن نحن من قيمة التنظيم الأسكري أو المسلح الذي يستهرف تغييرا لم يحقق أي تغيير أو إصلاح سياسي أما لماذا فشلت التنظيمات المسلحة في تحقيق أهدافها هذا سنمر عليه سريعا سريعا بتبدأ أولا بعد أن تكافؤ القوة في ظل سيادة نمط سيطرة الجيوش الحديثة الكبيرة على الحكم ما يجعلنا نرى فكرة تنظيم مسلح بحدي فكرة خال علمي أو عملية انتحارية يعني تشبه بهذا الشكل تنظيم بهذه الكفاءة وهذه القوة يستطيع أن يغير نظام سياسي له هذه الجيوش وهذه المعدات وهذه الميكانزمات غير الدعم الدولي الذي يجب أن يكون منظورا في هذه التجارب كذلك الذي يدرس الطبيعة القدرات والكفاءات القتالية في التفصيل في عمق داخل هذه التنظيمات ويبحث عن تصور التغيير السياسي من خلال هذه الكفاءات وهذه القدرات لن يجد سوى أن قرار التنظيم هو يلبي حاجة نفسية فقط حاجة نفسية للرد على تجاوزات لإثبات الزات للرد للانتقام إنما فكرة التغيير السياسي لا يمكن ترتبط بحال الأحوال بالتنظيم المسلح كذلك التنظيم في أقصى درجات نجاحه بيعتمد على السرية والمفاجأة دول أهم معوامل التي اللي لو نجحت التنظيم في الحفاظ عليها بيحقق قدر من النجاح قولي بقى النهاردة في ظل التطور الآلات من الآلة أمنية وتكنولوجية وسيطرة الدولة ومؤسستها وأجهزتها على كل المخارج والمداخل داخل المجتمع قولي فين التنظيم اللي هيقدر يحافظ على هذه السرية وهذه المفاجأة عشان يحقق قدر من النجاح في التغيير وأنا أذكر في هذا المثال عندنا نموذج التنظيم الفنية العسكرية في مصر اللي هو تحرك ساعة خمسة ساعة أربعة وسبعين بهدف إحناس الكلاب في مصر وكان بيتاخذ من كلية الفنية العسكرية منطلق بعد أنه كان عدد للطلبة كبير موجود داخل الكلية مجند في هذا التنظيم وكان خطتهم هو السيطرة على كلية الفنية العسكرية بكل أسلحيتها طبعا أسلحة كلها للتدريب لكنها أسلحة فيها مدرعات وفيها مدفعية وفيها أسلحة خفيفة فيها كافة أسلحة في الليلة اللي هم يكونوا بيتين فيها منوبين ويتم التحرك صباحا إلى مقار الاتحاد الشراكي في مقربة من الكلية حيث السادات سيكون خطيبا في هذا اليوم وتكون جسل الإعلام متوفرة فيتم بهذه القوات بعد التحرك بها محاصرة المكان واعتقال السادات ثم إعلان التغيير أو الثورة من هذا المقار هذه الخطة ما الذي حازها في التنفيذ في لحظة قرار بتخذ القرار اتنين على طب من أعضاء التنظيم من الخوف شخص مدني شخص مدني كان أشخاص مدنيين بقيت تنظيم من خارج على طب بتخذ قرار اتحرك اتنين من التنظيم واحد فتجاه رئاسة جمهورية من الخوف والراب واحد فتجاه الداخلية ليبلغ أن هناك تحرك الآن شكله كذا ومواصفاته كذا وهيعمله كذا يعني حتى لو لم تكن الأجهزة وصلت فبصت لقي أفراد من داخل التنظيم تحركوا وفعلا تحرك التنظيم ولم يستطع في الخطوة الأولى أن يسيطر على الفنية العسكرية ومن ثم أجهد المشروع في مهده داخل الفنية العسكرية فالبضوات السرية والمفاجاة دي تطور أقصى درجات النجاح وهذه مستحيلة في داخل التنظيمات المدنية التي يتم تسلحها وتدريبها لهذا الشكل التنظيم المسلح قد يعتمد في بعض المراحل على فكرة الدعم الدولي والمسندة وهذا كان يمكن في مراحل سابقة ممكن لحد التاميات لحد التسعينات التنقضات الدولية والإقليمية تسمح بهذا الأمر أن يكون في دول تقوي تنظيم وتسمح له بالتدريب أو دول تسلح تنظيم وهكذا أما الآن بعد 2001 أصبح جهاز المخابرات العالمية هو جهاز واحد وأصبح التعاون مع أي تنظيمات مسلحة في أي مكان من العالم بتطالو السواريخ الكروز والتمهك على طول ولا تسمح له بأي شكل من أشكال دعم أو إيواء تنظيمات مسلحة كذلك الافتقاد التنظيمات المسلحة للسند الشعبي يجب المتصور أن أي حد يفكر في تغيير سياسي البديهيات والأساسيات كيف كيف سيسند هذا التغيير شعبيا التنظيم المسلح بيفقد أول ما يفقد عنده أول طلقة يفقد مسند الشعبي لأنه أول ما يتحرك بإطلاق النار أو بتحرك المسلح الشعب يقول لك أنا دميش معركتي هذا رجل أعزل هذا رجل مدني دي حرب بينهم أنا خليه بره الموضوع فاستخدام السلاح على طول بيعزل أو بيحيد أهم قوة قوة تغيير ولهذا بينفي أن يكون التغيير عن طريق تنظيم المسلح تغييرا حقيقيا أو ممكن التنظيم المسلح كمان يسهل حصاره شعبيا حينما تستعر المعرك بين التنظيمات المسلحة وبين النظم ويتم استخدام الإعلام في تشويه هذا التنظيم وهذا التحرف بيتم تشويهه بشكل كبير جدا بحيث لا يمكن أن يبقى بعد هذا التشويه فضلا أن يحقق أهداف كبيرة مثل التغيير للنظام السياسي كذلك لا يمكن اعتبار التنظيم المسلح آلية للتغيير لأن غاية ما يمكن أن يحققه هو القيام بعملية عسكرية أو عدة عمليات للانتقام من الدولة وإذا عمله خلاص يصبح موضوع على الشاشات ويتم لحقته يعني يتم وضعه داخل الأسوار وداخل المعتقلات كذلك تستدرك بعض التنظيمات من خلال الاستفزاز كما ذكرت من قبل لكي تكون مجرد رد فعل وهذه الدول والحكومات مضربة على هذا يعني العمليات استكشاف لحيث يعرف إذا كان في التنظيمات هنا أو مفيش تنظيمات مش شرط المتابعة الأمنية المباشرة لا فيه إجراءات تقوم بها الدول بتستنفر وبتخرج كوامل التنظيمات من أسرارها ومن أوكارها كذلك استدرج التنظيم من خلال كذلك التنظيمات المسلحة مهما كانت كفائتها وتدريبها يمكن استدرجها في معارك جانبية ودي يمكن شوفناها في كثير من الدول بعدك بقى قومية أو أو طائفية أو أيدروجية وسحة الدولة المترامية للأطراف واللاعب السياسي فيها اللي هو الدولة بيبقى له ممكنات خطيرة جدا بيمكن أن يقوم بهذه الأمور بشكل بصير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر